مشاهدين سنسيب حضركم دلوقتي مع موجز الأهم الأنباء مع هيلة فضلي هيل شكرا منا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تضافر جميع الجهود لاختنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني والذي أشاد بدور مصر في جهود الوساطة وأكد الرئيس السيسي أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار منوها إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الرهنة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية وقالت مصادر محلية أن عددا من مركبات الاحتلال بينها جرافة اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين جنوب نابلس وقصفت أيضا مركبة في جنين بالضفة الغربية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء هذا واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن تواقم الإسعاف انتشلت جثامين أربعة شهداء وعددا من الإصابات من بينهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض في شارع الهوجة في مخيم جباليا واستشهدت فلسطينية وطفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في أرض أبو الستة في مخيم النصيرات وسط القطاع وقصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم مما أدى إلى اشتعال النيراني في الشقة أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أن وضع السلامة في محطة زابوريتجا النووية في أوكرانيا آخذ في التدهور بعد ضربة بطائرة مسيرة أصابت طريقا في محيط المحطة وأضاف جروسي أنه ما زال يشعر بقلق بالغ مكررا دعوته لجميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالمبادئ الخمسة المحددة لحماية المحطة ونقلت وكالة تاسل الأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زابوريتجا للطاقة النووية قولها إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق يستخدمه موظف المحطة أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف أن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما جويا روسيا على المدينة وسمع دوي فجارات بدت كأنظمة دفاع جوي حيث تخدع كييف والمنطقة المحيطة بها ومعظم أنحاء وسط وشمال شرق أوكرانيا إلى انذارات من الغارات الجوية اتهم الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو خصمه في الانتخابات الرئاسية إدموندو جونزالس بأنه يسعى إلى الهروب من فنزولا وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع شهر أغسطس بالنسبة 52% من الأصوات دون تقديم عدد الأصوات الدقيق أو محاضر مراكز الاقتراع مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية إلا أن المعارضة طعنت في إعادة انتخابه لولاية ثالثة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر